أكد وزير الخارجية سمح شكري أنه يوجد بين مصر وهولندا تنصيق سياسي ودعم متبادل في المنظمات الدولية وخلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الهولندية هانك سلوت أوضح شكري أن هناك مساهمة للشركات الهولندية في كثير من المشروعات القومية الهمة في مجالات حيوية وخلال مباحثتنا المفردة والموسعة تم استعراض بشكل معمق العلاقات الثنائية الجيدة التي تربط بين البلدين على أرضية من التعاون المشترك لسنوات طويلة للإسهام في جهود مصر التنموية تنسيق السياسي على مستوى سواء في الإطار الثنائي أو في إطار عدوية هولندا في الاتحاد الأوروبي وأيضا المساهمة من قبل الشركات الهولندية في كثير من المشروعات القومية الهمة في مجالات حيوية ومنها إدارة المياه والزراعة وأيضا تناولنا المجالات التعاون الواعدة منها الطاقة المتجددة الهيروجين الأخضر وأيضا إدارة الموارد المائية والاستفادة من الخبرات للشركات الهولندية في هذا الإطار ترجمة نانسي قنقر